السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه اليوم بنقوم بعمل اه ربط او كيفية الربط بين اه اه عبارة عن اربعة شرائح واربعة شرائح قسم. ممكن ربطها مع التحويلة اه مع بيدالة عن طريق بيبل شبكة. وعمل اعدادات. طبعا اي بي الدي ستار اللي هو عبارة عن مئة من سبعين ستاعة زرومية هو اي بي الي ستار اه مئة من سبعين مئة 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 ستاعة زيرو مئتين طبعا بي نقوم بربطهم. اول حقا ندخل على القيتوي اللي هي من شركة دين ستار. ادمن ادمن. طبعا اه كل شغلنا بيكون طبعا في اله هذا. بنروح نسوي نقوم بعدات الترانك اللي بيكون رابط ما بين البدالة مع هذا اهم شيء الربط. نضيفه بالطرفين بالطرف بالجتوي وبالي ستار بالبدالة. نحط هنا اي بي نعمل اد ونحط اي بي البدالة. باحت سبعين دات اش دوت زيرو دوت مئتين طبعا البورد خمسين ستين افتراضي. اسكريبشان هنا اس اس عشرين. بستار سعشرين هذا اب اللي هو البد بعد كذا نقوم بعملية الراوتينج اللي هو الاب تيل روتينج والتيل تو اي بي يعني الاقتصال من الاب الى التلفون والاتصال من التلفون للاي بي هم الاثنين المهمين جدا اللي هو اب تيل روتينج نعمل عملية الراوتينج بينهم نقوم باضافة من هالدسكريبشن سعشرين طبعا السورس اللي هو الواقع الاتصال اللي واقع من فين واقع من الاس تار اللي هو الاس اي بي ترنك اللي ان شاءنه اول حاجة الاس اي بي ترنك نحطه في السورس والدستنشن نقله البرت زيرو او البرت واحد او البرت ثانين وهذا كل البرتات تعتبر القطوع عبارة عن ثمانية بورتات اه كل بورت في بو شريحة يتركب في بو شريحة سي ديمين او قي اس ام فاللي موجود معنا حاليا اربع شريح سي ديمين ونحط اللي هو اه نقله كل البرتات مثلا نقل البرتات من زيرو الى سبعة نقله حفظ نفس الشي نقوم بنعمل الروتنج اللي هو ما بين التل الى الاي بي يعني من الاتصال من برع الى اللي هو الى التحويل اللي بيكون الانكامنج نسوي عكس اللي ما سوينا قبله بالضبط هنا اللي هو ديمستال اي اس معادي السرس طبعا بيكون ايش جميع البورتات الى اللي نحديده احنا نقدر اننشئ لكل بورت اتصال معين كل بورت نعمله روتنج الي حاله او نحط كل البورتات أي واحد يتصل على الرقم الشريحة الاولى او الشريحة الثاني نقله يروح لها بين اس اي بي سيرفير او اس اي بي ترينك اللي ننشأنا يروح للاتصال اللي واقع يروح لها بين يروح للترينك باقي حاجة مهمة جدا طبعا عشان نستغل اللي هو الاتصال الوالد نروح على اه نقوم بتعديل هذا اللي موجود هنا حاليا نحط هنا التحويلة نحط هنا هنا اي رقم مثلا اربعة ساعات او اي حاجة الرقم هذا نحطه فين بالتحويل هناك بنحتاجه هناك في في الانكامينج نحط اربعة ساعات مثلا هم اللي بيوصلنا عند الرقم هذا بيوصلنا على طول الهوتلاين لا داخل التحويلة هنا على حسب يعني توازن اتصال عن تصاعدي او غير تصاعدي تصاعدي متزامن وهكذا هنا الخيارات نحط اللي هو سيكليك هذا سيكليك. اوكي. انا صال ان نروح على فين? على التحويلة. ندخل عليها ادمن. نروح على سيتينج. اول حاجة نروح على الترنك نروح ننشئ الالالالجتوي نحط اي بي الالجتوي هنا دير ترانك اول خطوة يدوى دينستار من شركة دينستار طبعا. نحط هنا اه بيرت رانك. نحط اي بي. طبعا اعطي اي بي. نحط اي بي اللي هو. دينستار اللي زيرو دوت مية. برضو دومين نفس الشيء نفس اي بي. سايف. اوكي. نروح على. نروح على. نحط اللي هو. يعني اللي الاتصال للصادر لما يضافها. والموبايل. اتصالات من موبايل نحط هنا. سبعتين. نقطة يعني اي اتصال مجرد ما تتصل انت باي رقم سبعة سبعة يعني يروح الاتصال يخرج من من الشريحة الفلانية او الشريحة تحديدين تا. او تحط هنا اه تسع اكسات. اكس 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 اكس. او تحط مثلا زيرو ونقطة بعدا هنا اه اللي بدكن تستدعيفي بالطلب. تحط هنا واحد عشان يحذف الرقاء الصفر. وهكذا. يفضل عمل سبعتين عشان يعرف انه من بال. واختار القتوة هنا الترانك. القتوة دينستار اس اي بي بير. اقوله سيليكت. كل الاكستنشن معي يقدر يتصله من هذا الترانك. اقول اوكي. احط هنا. اعمل سيف. الان يعتبر الاتصال الوارد الاتصال الصادر يعتبر الان يعتبر جاهز. نتأكد فقط هالرباط ولا ما ربطش. نروح على بي بي اكس مونيتور نتأكد هالرباط الا 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 هنا لما يطلع علامة صح معناه انه يشعلا نقاش عمل لما يعمل علامة صح معناه انه ربط. نروح نكمل الان نعمل نعمل نقرر نعمل الاتصال. نروح نتصل على رقمي. سبعة مية وسبعين اربعة اتنين اربعة. طبعا الشريحة اللي موجود داخله سبعتين. احتجن خلاش؟ احتجن خلاش انه يشعر جزرق ن Acad lي pioneers لأ لأنه ان يشعر جزرق واحد Перمقى BJounce يده كيد settling جزروق ايه احتجن خلps الي يده بالت ville بصد كل شيء نتأكد هنا هنسوينا الاسعي بترانك صحيح قبل كل بعد 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 الاعدادات كامل اللي في اللي في الجيتوي طبعا نقوم نعمل الريستور للريستارت للجيتوي عشان تنفذ الاعدادات سيكون نافذة نقل اوكي ضروري جدا الاعادة تشغيل بعد عملية الاعدادات نعمل عملية اعادة تشغيل بعدها نقوم بانشاء الاتصالة الصادرة نقوم بانشاء اتصالة الوارد اللي هي انباوند روت نعمل اعد نحط هنا اللي هو الهوت لاين اللي عملنه هو الهوت لاين اللي هو اللي يروح الاكسينشان الاتصال الوارد يروح الاكسينشان مية اربعة طبعا مية اربعة هذي اللي هو اللينك اس تبع اللابتوب حقي هذا هو مية اربعة اه اوكي اوبلاي طبعا بعد ما بعد ما يرتبط الترنك يطلع في الاستاتوش حقه على ما تصح معاته النبرة طبط صح تمام اه بالنسبة للا اه الاوت اه الاوت باوند طبعا اه انشأناه اللي هو الاوت باوند راود ثلاث سبعات والانباوند خلنا رو انه الهوت لاين حقنا تبع اه اربعة ساعات والاتصال اللي روح لافين من الترنك الى الاكسينشان رقم مية اربعة اللي هو اللينك اس تبع القوال الان نقرب نعمل الاتصال الاتصال صادر اللي هو من التلفون الاي بي اللي يعتبر اللينك اس بانشوف الاتصال بيصلت الى قوال الان ونسك دا كان ماشيغترن كلان تمام اه مش هيغترن كلان تمام مش هيغترن كلان تمام المشكلة كانت هنا بالتغطية فقط. بالتغطية عندي ضعيفة ممبايل. شوف الان الان وصل الى الاتصال لتلفوني. نقرب الان الذي هو الان كمين. الذي هو الاتصال الصادر الوارد. من جوالي الان. نشوف هنا الاتصال الاربعة. المتخبطات الانوال يتصال الانوال من ثلاثة سبعها وما سبعها. على اللينك السابعين. نعم نغرف وانتهي هنا